أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن قرارها بإعادة طلبة المدارس على مراحل ابتداء من يوم الأحد المقبل على أن يعود طلاب الصف الأول وحتى الثالث ابتداء وطلاب الحادي عشر والثاني عشر ثانوي وتسعى الحكومة إلى عودة تدريجية للتعليم بالمستقبل حتى موعد أقصى شهر حزيران المقبل فيما لن تكون العودة إلى الدراسة في هذه المرحلة إجبارية إلا للطلاب الذين سيجرون امتحانات البكروت لهذا الصيف واشترطت الحكومة العودة إلى المدارس بالحفاظ على القواعد التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقا ومنها الحفاظ على التباعد الاجتماعي هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل إلى مائتين وثلاثة وعشرين في حين ترجع عدد الحالات الخطرة إلى مائة وخمس حالات بينما يخضع ثلاثة وثمانون مصابا لأجهزة التنفس الاصطناعية